بسم الله الرحمن الرحيم نعلن نحن أعضاء كتلة الفضيلة البرلمانية والمتحالفين معها المبينة أسماؤهم أدنى عن تشكيل كتلة مستقلة ضمن مجلس النواب العراقي باسم كتلة النهج الوطني وتعتمد البرنامج السياسي المرفق بهذا الإعلان والله ولي التوفيق الأسماء النائب عبدالحسين الموسيوي النائب عمار طعمة النائب جمال عبدالزهرة المحمداوي النائب مازين عبد المنعم النائب علاء عودة الناشي النائب سهام شنون العقيلي النائب حازم مجيد الخالدي النائب حسين علي العقابي وتعتمد كتلتنا برنامجا سياسيا يتضمن المبادئ التالية واحد حماية وحدة العراق أرضا وشعبا وتساوي جميع الأفراد في الحقوق والواجبات على أساس المواطنة والانتماء للعراق اثنيا احترام منجزات العملية السياسية التي ضح الشعب من أجل تحقيقها كالدستور باعتباره مرجعية سياسية والانتخابات كآلية ديمقراطية والحفاظ على مؤسسات الدولة وترصينها وإن أي مطالبة بالتعديل والتغيير لا بد أن تكون ضمن الآليات التي كفلها الدستور لموافقة أغلبية الشعب عليه ثلاثة مراعاة ضوابط الوطنية والمهنية والنزاهة والكفاءة في اختيار قيادات البلاد المدنية والعسكرية والسعي ليصطاح بناء الدولة ومؤسساتها وإلغاء آلية التعيين بالوكالة أربعة أولوية مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال تنسيق جهود الرقابة القانونية والسياسية والشعبية وتطوير آليات التدقيق والكشف عن ممارسات ومنافذ الفساد ومراجعة الشعاعات الحاكمة في هذا المجال بما يضمن تشديد العقوبات وترصين مراحل المتابعة والمراقبة خمسة إدامة جهود محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه الفكرية وتضمين المناحج التربوية والتعليم الأسسة والمبادئ الأصيلة التي تكشف سماحة ونقاوة الإسلام الأصيل ورفضه لهذه الممارسات الهمجية وتعزيز الهوية الوطنية ستة بناء سياسة خارجية متوازنة بما يحقق مصالح العراق العليا ويبعده عن الانخراط في محاورة متخاصمة تستنزف مقدرات البلاد وتجعله ميدانا لتصفية الخصومات سبعة رعاية حقوق الشهداء والجرحة وتخليد تضحياتهم وبطولاتهم وإنصاف ذويهم وضمان حقوقهم ومتطلبات العيش الكريم وفاعلهم ثمانية تعديل قانون الانتخابات ليوفر فرصة حقيقية لخيارات الناخبين ويفرز تمثيلا حقيقيا لإرادة المواطنين بمنح المقعد للمرشح الأعلى أصواتا ثم الذي يليه وهكذا بغض النظر عن الانتماء للقوائم والأحزاب تسعة إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات بعيدا عن المحاصصة وهيمنة الأحزاب التي تعيد ذات الأحزاب والوجوه في كل انتخابات من خلال تكوين مفوضية تعتمد الكفاءة والاستقلالية بترشيح قضاة وأساتذة جامعيين متخصصين وبمعاونة منظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لنضمن توفر جهة رقابية شفافة وحيادية دير العملية الانتخابية عشرة اشتراط موافقة البرلمان على جميع عقود تطوير الثروات الطبيعية ومراجعة العقود السابقة وفق مبدأ تحقيق أعلى منفعة للشعب العراقي دعش تأسيس هيئة مستقلة للتفتيش العام يكون لها رئيس يرتبط به المفتشون العموميون في الوزارات ويعين بمصادقة البرلمان ويكون المسؤولون في الأجهزة الرقابية مستقلين حقا عن السلطة التنفيذية ويكون ترشيحهم من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات السياسية غير المشاركة في الحكومة وبذلك نضمن استقلال تلك الأجهزة الرقابية في أداء دورها في محاسبة المسؤولين وتدقيق عملهم ومكافحة الفساد ترجمة نانسي قنقر